أطلق علماء روس أحد أكبر التلسكوبات الفضائية في المياه العميقة بهدف دراسة الألغاز الكونية في قاع بحيرة بايكال ذات المياه شديدة الصفاء وبدأ إنشاء هذا التلسكوب في العام 2015 وهو مصمم لمراقبة النيوترينوات وهي أصغر الجسيمات المعروفة للعلماء وأكد العلماء الروس أن التلسكوب بايكال هو أكبر كاشف لنيوترينو في نصف الكرة الشمالي وأوضحوا أن البحيرة التي تعتبر أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم تشكل موقعا مثاليا لإيواء هذا المرصد نظرا إلى عمقها فالتلسكوب الذي أطلق عليه تسمية بايكال جي في دي هو أقيمة على عمق يتراوح بين 750 مترا إلى 1.3 كيلومتر وعلى بعد نحو أربعة كيلومترات من شواطئ بحيرة بايكال وأنزل العلماء بالفعل وحدات صغيرة من لمسح قاع البحر الذي يلفه ظلام دامس بحثا عن النيوترينوات وهي جسيمات غير مرئية تصل إلى الأرض قادمة من طبقات الجو العليا